موسيقى وحديث الفضاء المحلي اليوم سيكون عن قطاع الصناعة بولاية بشار مع خليل بن عيسى من محطة بشار الجاوية مساء الخير خليل تفضل مساء الخيرات تهلا بك وسيلة مشاهدنا في كل مكان أهلا بكم إلى هذا الفضاء المحليات من محطة بشار الجهوية وحديثنا فيه سيكون عن واقع الاستثمارات الصناعية بولاية بشار وسنأخذ العين من خلال الحديث عن مصنع الإسمنت الجاري إنجازه بمنطقة بنزير وتفاصيل أخرى من خلال استضافتي لسيد حدو عبدالرزاق ومدير الصناعة والمناجم لولاية بشار مرحبا بكم سيد أول شيء نشكرك سي خليل بن عيسى على هذه الاستضافة الكريمة ونحيي كل المشاهدين الكرام على قناة الجزائرية الثالثة وإن شاء الله يكون فيها إفادة في مختلفة متعلقة بقطاعكم متعلقة بقطاع صناعة والمناجم بداية ودون إطلاع سيد حدو ما هي قراءتكم في واقع الاستثمار الصناعي على مستوى ولاية بشار إذا رجعنا إلى واقع الاستثمار في ولاية بشار هو لا يختلف كثيرا على واقع الاستثمار بصفة على مختلفة على مستوى كل الجزائر ولو أن ولاية بشار عندها خصصيات انتحاء بما أنها منطقة توقع في الجنوب الجزائري وعندها مساحة شاسعة وشاسعة كبيرة جدا وحتى من ناحية وفرة العقار الصناعي عنده وفرة مقارنة ببعض الولايات الشمالية التي عليها ضغط كبير من ناحية طالبات العقار لسيما العقار الصناعي وإذا رجعنا إلى وفرة العقار الصناعي على مستوى ولاية بشار هناك منطقة صناعية القديمة منطقة بلدية بشار وكذلك هناك منطقة نشاطات منطقة بلدية بشار وكذلك منطقة نشاطات منطقة بلدية بنيونيف وحاليا تم إنشاء منطقة صناعية الجديدة أو ما يسمى بالحضيرة الصناعية الجديدة التي تتربى على مساحة 187 هكتار هي في الحقيقة في الوقت الحالي في إطار تهي أنتحى لأكيلة هذه العملية لمدير التعمير والهندسة المعمارية والبيناء وهذه المنطقة ستسمع لنا لأنها وفرة أو عرض عقاري للمستثمرين يتقدموا بطلبات العقار لإنجاز المشاريع الاستثمارية أنتحهم نعم يبقى الوعاء العقاري واحد من الامتيازات المهمة جدا في الجلب الاستثمارات الصناعية ولكن كيف تقيمون الحركية فيما يتعلق بالاستثمارات بالنسبة للمصانع إن جرى الحديث عن المصانع الكبرى أو حتى بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تكون دعامة أساسية في هذا الاستثمار إذا رجعنا إلى وقع الاستثمار أو المؤسسات الصناعية التي متواجدة على مستوى ولاية بشار حتى وإن كان هناك وجود منطقتين صناعيتين سواء القديمة أو التي رأي في طور تهيئة سوف نطلق عنقاري أو حتى المنطقتين النشاطات التي متواجدة في ولاية بشار أو مدينة بشار والأخرى التي متواجدة في بلدية بني وينيف لربما أغلبية النشاطات تركزت في جانب الخدمات لا كان هناك وحدات إنتاجية صناعية على مستوى ولاية بشار من بين الأهداف أو المخطط العامل منطقة المديرية هي تشجيع إنشاء وحدات إنتاجية والأقل خاصة في مناطق النشاطات أو مناطق المناطق الصناعية التي سيكون لديها الأولوية إن شاء الله فيما يخص منح القطع الأراضي التي متواجدة على مستوى منطقة النشاطات أو مناطق الصناعية كي هناك عملية تطهير العقار الصناعي هذه العملية ستسمحنا إن شاء الله باسترجاع بعض القطع الأرضية التي تم منحها سابقا ولم يتم استغلالها أو تسجد المشاريع التي كانت مبرمجة فيها سواء داخل مناطق النشاطات أو حتى القطع الأرضية التي تكون خارج منطقة النشاطات لا يخفى أننا في ولاية بشار هناك نوعين منطالبات الاستثمار على القطع الأرضية كان النوع الأول الذي يطلب القطع الأرضية التي متواجدة داخل مناطق النشاطات أو داخل منطقة الصناعية والنوع الثاني الذي نسموه في الكلام في الاستلاح في القطع نسموه بخارج مناطق النشاطات أو كما نقول لأرضون بالنسبة لهذه الطالبات تتمثل في العقارات التي تكون خارج منطقة النشاطات تكون مثلا في وسط المدينة والمستمارين يقدموا الطالب على هذه الأرض لإنجاز مشروع استثماري عادة تكون هذه المشاريع تكون خاصة بقطع الخدمات مثلا أنه يكون حاضرة للتسلية أو مثلا المركب السياحي أو فندق أو أي نشاط الذي يتوالم مع المنطقة لا يكون فيه ضرر على الساكنة أو ضرر على السكان سواء يكونوا داخل المدينة أو يكونوا قريب من الأرض التي يكون مخصصة لهذا المشروع نعم وسنتحدث عن باقي المؤهلات بعيدا عن الوعاء العقاري المهم جدا في دفع الحركة الصناعية ولكن يبقى البارز الآن هو إنجاز مصنع الإسمنت بمنطقة بنزيرغ التابع للمجمع صناع الإسمنت الجزائر جيكا الأشغال جارية تجاوز 60% أزليل أنوال بن طوبا زارت أقول هذه الورشة وأعادت هذا التقرير يتربع أهم مشروع استثنائي بولاية بشار مصنع الإسمنت بمنطقة بنزيرغ والذي ينجز وفق مقاييس عالمية وبتجهيزات تكنولوجية متطورة بشراكة جزائرية صينية بمعدل إنتاج مليون طن سنويا عند دخوله حيز الخدمة العام المقبل تلقى الأشغال به في جوليا 2017 مدت الإنجاز 32 شهر أول كيس إسمنت ان شاء الله يخرج من المؤسسة في مارس 2020 الشركة الصينية هي مكلفة بتسميم وتركيب المصنع نحن نرى في حوالي 65% من الإنجاز نوعية الإسمنت تكون إسمنت خاص لمضاد الأملاح نسمعنا السيارات بما أن المادة الأولى الكالسية مادة ذات جودة عالية بما تسمحنا أن ننتج هذا النوع من الإسمنت الذي نسحقه في المارتق السحراوي المشروع الذي رصد له مبلغ 28 مليار دينار جزائرية يسير بوتيرة متسارعة لتسليمه في الأجال المحددة حيث ساهم في خلق حوالي 100 منصب شغل حالي والآفاق 500 منصب شغل مباشر و800 غير مباشر عند بداية استغلاله 2014 فتل هنا لذلك 5 عام ونقول لقد كانت فرصة كبيرة بني سوالية لأنني أردت أن أردت كل نوعية المشاءات التي كانت في الهندسة المدنية من بينها الميكانيك لذلك كانت فرصة كبيرة كشخص ويبقى هذا مشروع عنده أهمية كبيرة للمنطقة البشار وتم توضيف كفاءة الكثير من مدينة البشار والمصنع هذا في شغل خلق فرص عمل وخلق بزفة في شغل سلطة المنطقة كما هذه سحراوية في الجنوب الغربي المشاريع كما كالكبار قلال والحمد لله راح المشروع يتمشى هو فرع في القناة سال لإستخراج مدد الجبس وفرع في تاغيت لإستخراج مدد الرمل وفرع في بنزي ريق لإستخراج مدد الطين وبهذا المراصب الشغل تكون في جميع الضوائل في الشهر هذا الإنجاز الحيوي والهم رعي في إنجازها المعايير البيئية اللازمة بتجهيزه بمصفات جدو متطورة ومحطة معالجة المياه المستعملة سيعطي للمنطقة ديناميكية اقتصادية بعد تحقيقه للاكتفاء الذاتي في إنتاج مادة الإسمنت بنوعية جيدة والآفاق التصدير إلى الدول المجاورة المشروع مهم ينتظر أيضا أن يدخل حيزة الاستغلال وإنتاج أيضا سنة 2020 خلال الثلاثية الأول من السنة القادمة مشروع بارز بيئة المقابل هل ترون سيد حدو بأن الحركة الصناعية لم تعرف تلك الانتعاش التي كانت مرجوة خلال السنوات الأخيرة ما هي أهم الصعوبات التي اليوم ما زالت تقف أمام هذا النوع من الاستثمارات بيئة الولاية؟ لربما هذا المشروع الضخم لمصنع الإسمنت هذا سيعطي ديناميكية كبيرة أو حركية أكثر كبيرة لواقع الصناعة في ولاية بشار لربما الأسباب التي خلت هذا التراجع من ناحية الاستثمار خاصة في مجال الصناعة هما لربما المستثمرة هما متخوفين لكي يدخلوا في إن صح القول المغامرات على الإنتاج تطلب أموال كبيرة وتطلب صبر لكي يقدر الإنسان الاستثمارات هذه التعاهل تكون مجدية على الأقل تكون عنده عادة ما يحدوها الخبراء في الاقتصاد تكون من ثلاث سنوات وما أكثر على هذا السبب كانت تقريبا كل الاستثمارات أو المشاريع الاستثمارية التي كانت في ولاية بازا مركزة على جانب الخدمات بولاية الشرق مثلا التجارة مثلا المركبات السياحية أو الفنادق هذه عادة الاستثمارات أو يكون بصفة أسرع مقارنة بالوحدات الإنتاجية الصناعية بالمقابل سيد حدو تبقى كل الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة ما تزال أمام المستثمرين لإقبال على الاستثمار الصناعي بولاية الشرق باختصار سيد حدو هناك العديد من الامتيازات الجبائية لوضعتها الدولة حتى بعض التسهيلات الغيرجبائية التي درتها الدولة في مختلف قوانين مالية أو قوانين مالية التكملية باش تدفع بها حركة الاستثمار ولكن المشكلة في الجزائر بصيفة عامة هو مشكلة تقل الإدارة في معالجة الملفات الاستثمارية وليهذا يكون عليه تأثير كبير تأثير كبير على الرغبة المستثمر باش يروح الاستثمار هذه من ناحية حتى من ناحية أخرى هذا العمل هذا الثقل في الإدارة ربما حتى الترتيب بتاع الجزائر في ما يسمى الدونغ دونغ بيزنس وهو ما يسمى هو الذي يحدد فرص الاستثمار على المستوى الدولي الجزائر سيكون دائما في المارات بالناخرة وهي كلها صعوبات المنتظر أن يتم تداركها من سنة إلى أخرى في سبيل إعطاء ديناميكي أكبر للكطاع الصناعي بولاية بشار سيد حدو عبدالرزاخ مدير الصناع ولمناجم لولاية بشار شكرا لكم على كل هذه التفصيل على الأمن اللي قام بيكم إن شاء الله في مناسبة الأخرى للحديث خصوصا عن الواقع البنجمي على مستوى ولاية بشار شكرا لكم مرة أخرى هذا كل ما لدي لفقرتنا المحلية الأخباري ظهيرة اليوم شكرا لكم على المتابعة وشكرا وشكرا لكم